أستاذ عدنان حرقوا مستقبلنا ومستقبل أهلنا فمقارات شنو؟ يعني يلا خليه يحرق كل المقارات مالتهم كل المقارات الحزبية في أربيل في الدهوك هذا أصلا ما يهمني أنا أنطيك الدليل حسب القانون وين المكان؟ مو بيشمرقه حسب نظمين بيشمرقه حسب القانون؟ حسب القانون بيشمرقه مكانه بالجبهة أو بالمعسكرات شنو شغلوا بيشمرقه بالمقارات الكيتي أو بارتي والأحزاب الأخرى؟ يعني شنو شغلهم هنا أنا؟ هذا مو بيشمرقه هذا تحت اسم البيشمرقه يستلم راتب من وزارة بيشمرقه فسر لي شيء باحتبارك أنت من الجيل الجديد وأيضا ممكن نحتبارك من الجهات المعارضة طيب الاتحاد الوطني ستريزان وأيضا لاهور شيخ جنقي يصدر بيانات أنه إحنا ضد العنف الذي يستخدم ضد المتظاهرين ومع مطالبهم طيب ما هم الآن الحزب المسيطر وتحت نفوذه سليمانيا تحت نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني ستريزان تقول لا إحنا ما عندنا صلاحيات الحكومة أربيل هي المسؤولة نعم أستاذ عندنا أنا طبعا للتوضيح المستقبل ليس من جيل الجديد جيل الجديد هذا إحنا كان مع الجيل الجديد لكن أنا كنتم مستقبل هذا مختلف من الحزب هم انشقيته نعم نعم انشقينا من جيل الجديد أفتهم نعم صحيح صحيح هذا طبعا هذا أحد الأسباب الأزمة سياسية في الإقليم الكردستان جزء من الاتحاد الوطني يتكلمون مثلنا ومو راضين على الوضع وججأ ثاني البيت مام جلال هم مع الحكومة ومتمسكين بالحكومة بالمصالح العائلة